سكت شنو باقى عندنا باقى عندنا مخلفات هاي النظرية هاي النظرية الإمامة من موجودة ولا يمكن تطبيقها اليوم بس يقول لك لا هذولة كانوا أئمة معيني من قبل الله طيب كم واحد كانوا واثنعش واحد كانوا زين اثنعش واحد ونبي نسع الإمام علي ونسع لهم واحد واحد وجاب أسمعهم واحد واحد طيب ليش المسلمين الصحابة الكذا الأنصار المهاجرين اللي هم أشادوا الإسلام ونصروا هذولة ما عرفوا هاي الشي هذا وراحوا وانتخبوا أوبكر وعمر أثمان وليش المام علي راح بايعهم بعدين وقال لك ذولة اغتصبوا الخلافة وشتون اغتصبوا الخلافة يا أخوان وقال لكم وذولة هجموا على بيت مام علي وجرواه سحب هو ما بايع طوعا جرواه سحب بعمامته حطوا أمامته برقبته وعقالة ما أدريش انه كان لابس وجرواه إلى الخليفة وقال لها بايع لو أتبعنا قتلك الآن مشكل كانوا يدورون سلطة وزعامة جين ذولة اللي ما سمعوا كلام النبي وما سمعوا كلام يا الله شلون ذولة مسلمين صدوق لا ذولة موسلمين ذولة منافقين طيب وش بعدين ش نسوي نقعد لزم نسبحها ونلعن ونسب ونقرأ زيانة عشوراء نلعن ونسب فقط ومئة مرة وألف مرة وسوي ورد تقراهن حتى شنو حتى تقضى حواجك بصورة سحرية بصورة عجازية طيب وبعدين شي صير بعدين موعدنا ناس عايشين نحن بين أوساط مجتمع مسلمين ما يؤمنون بهالأشياء أو من الشيعة لا ما يؤمنون بهالأشياء كثير من الشيعة الآن من علماء الشيعة حتى ما يؤمنون أو ذولة ظالين مظلين فاسقين مرتدين زين أحمد الكاتب شيء أي مولود ابن كربلة وابن العراق وشيخ كان بالحوزة ويقول يا بي ترى هذا تاريخ أهل البيت مو هشكيل تعال أقرأ تاريخ أهل البيت من جديد وشوفوا نظرياتهم العلنية الظاهرية شنو وليتأخذهم بالنظريات السرية الباطنية لا 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 هذا أيضا ظالمة ظل صار والبرحة سيد محمد الصافي هذا الخطير ماذا شنو يحشى علي أو أحمد الكاتب هذا من حرف صائح زين أنت عرفت دينك درست مذهبك بس تقرأ قراءات وتبتش الناس يتعانش ويدرس تاريخك ويدرس كتبك ويدرس شراثك تعرف على متى بأين البيت الصحيح حتى تعرف عقيدتك اللي أنت ما خذها بالتقليد اللعمة أو من المجتمع وما مستعد لما تسعد على المنبر هم تقول هذا الحديث بيا كتاب بيا صفحة بيا كذا أو تجيبوا تصفط مشكلتنا مع الخطباء يخترقون أحاديث وقصص بس حتى يبتشون الناس وحتى يودوهم مننا ويجيبوهم مننا يودوهم مننا ويجيبوهم مننا يبعدين شنو يقولوا تعالى قراءة قرآن تعالى قدرس تاريخه البيت تعالى أحاديثهم لا لا ما خذنا بأين فاشلون ذول أساس المثقفين ومجتمع وقادة المجتمع يشوفهم ذول يقودون الناس مثل القطعان يعني ما يخلوهم يفكرون ممنوع التفكير ممنوع التفكير ممنوع الاجتهان بس واحد بالحاوزة يجتهد يمكن شوي طلع على الخط على الخط المرسوم لا لا ما يصير ما يصير تمسي الثوابت مالتنا عامية اجتهد أجيبك أدلة وبراهين وأنا حر أجيبك إذا خطأ قل لي خطأ وين هسا أنا اجيت اجتهدت أنا كنت من دعاة نظرية الإمامة وراحت للسودان وسويت لحركة شعية بالسودان سنة 86 وبعدين اجي درسة نظرية الإمامة من جديد بعمق أكثر وشفت أن نظرية الإمامة مو نظرية أهل البيت أهل البيت نظريتهم الشورى نظرية سياسية مالاتهم وما كانت دعون لا يقولون نحنا معصومين ولا معينين من قبل الله وهذا الكلام كان كلام باطني سري بالخفاء يحكو كمواحد وكتبوها بكتب وكتبها الكافي بعدين وراء ميت سنة بوفاتهم ويجي وصال أنه كتاب مقدس هاي روايات ما نغلات جمعها الكافي صارت مقدسة صارت يعني ناخد بيها أكثر من القرآن ويجي وبعدين ناس قاموا هو من المعاجيز وخرافات والأساطير اعتبروها الدين وإن السمات إذا ما تؤمن بيها أنت انحرفت شنوه الحراب ووشي عرفت للإسلام عرفت للتشيؤ ثم نقول انحرفت عن من انحرفت عن خرافات والأساطير إلى الإسلام والتشيؤ إلى القرآن والتشيؤ مو انحرفت عن التشيؤ والقرآن إلى أنا سابقا كنت أمم أشياء خرافية زي ما حتبحثت وكتبت وناقشت في سبع سنوات وليت أناقش يا جماعة تعالي ناقشوني ابحثوا وشوفوا كدامي صحيح ولا لا لا من بعض من ناقشك وبعدين وكتبنا كتب من هو كتب عليك عالم سبعة النيل يا عادسة شكتة وشكرة 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 حتى يجي رد على أحمد الكاتب وهو عالم سبعة النيل رد عليك يا أحمد الكاتب الشهاب الثاقب في الردي على الناصب أحمد الكاتب ويقول أنا بس كم سطر قررتها بكم صفحة وبعدين ما قررت الكتاب ودع رد عليه إذا أنت مقال الكتاب شون ترد علي يا الله يرحمك يا عالم سبعة النيل وبقيت الجماعة نفس الشي يعني موه هاي فرق عنه هاي